اهلا بيكو في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا نجوم التحدي النهاردة حلقتنا مختلفة تماما عن حلقات برنامج نجوم التحدي علشان هنتكلم عن شخصية محبوبة جدا ومشهورة جدا جدا هنتكلم عن امام الدعاء الشيخ الجليل اللي قابل وجهي كريم من 25 سنة ولسه صرت وما صرته في كل بيت مصري وعربي حلقتنا النهاردة عن الشيخ محمد متولي الشعراوي محمد متولي الشعراوي تولد في 15 ابريل سنة 1911 بقري الدقدوس مركز ميدغم بمحافظة الدهقلية وحافظ القرآن الكريم وهو عنده 11 سنة وبعد كده دخل معد الزقازي اللي ابتدائي الازهري وكان شاطر جدا وتفوق وحافظ الشعر والمقصور من القول والحكم بعد كده حصل على الشهادة اللي ابتدائي الازهرية سنة 1923 ودخل المعد السنوي الازهري وزاد اهتمامه بالشعر والادب التحق الشعراوي بكلية اللغة العربية سنة 1937 وتخرج عام 1940 وحصل على العالمية اللي هي الدكتورة يعني وكمان مع اجازة التدريس وده عام 1943 بعد تخرجه واشتغل في المعد الديني بطنط وانتقل الى المعد الديني بالزقازي ثم المعد الديني بالاسكندرية وبعد فترة خبرة طويلة انتقل الشيخ الشعراوي الى العمل في السعودية عام 1950 ليعمل استاذة للشريعة في جمعة ام القرى وكان ليه تأثير كبير في اعادة العلاقات مع السعودية لانه كان مشهور ومحبوب جدا وبعد خلافات الرئيس عبد الناصر مع السعودية رجع الشعراوي اشتغل مدير مكتب شيخ الاظر الشريف اللي هو الشيخ حسن مأمون وبعدين سفل للجزير كرئيس لبعثة الاظر لمدة سبع سنين رجع الشيخ الشعراوي الى القاهرة وعين مديرا للأوقاف محافظة الغربية فترة ثم وكيلا للدعوة والفكر ثم وكيلا للأظهر ثم عادة مرة تانية للسعودية وفي نوفمبر 1976 اتعين وزيرا للأوقاف وشؤون الاظهر وفي سنة 1987 اختير عضوا بمجمع اللغة العربية وعين عضوا بمجمع البحوث الاسلامية 1980 اختير عضوا بمجلس الشورى بجمهورية مصر العربية سنة 1980 عرضت علي مشيخة الاظهر وعدة مناصب في عدد من الدول الاسلامية لكنه رفض وقرر التفرغ للدعوة الاسلامية حاولنا نختصر كتير في مسيرة الشيخ الشعراوي لكنها محتاجة حلقات مش حلقة واحدة الشيخ الشعراوي اللي مشهور خطره حول القرآن اللي بنسمحها دلوقتي وبنستمتع بأسلوب الجميل والسهر الشيخ الشعراوي كان شخص بسيط جدا وكان بيحب كل الناس وكان متسامح وعلاقته بالبابا شنودة أكبر دليل على ده الشيخ الشعراوي مات من 25 سنة لكنه هيفضل في قلوبه أزهان المصريين للأبد ومهما حاولوا يشويه صورته مش هيعرفه الشيخ الشعراوي بشر في الأول والآخر ممكن كالليه رأيه مخالف موضوع أو أكتر بس ده عشان محدش بيوصل للكمال فياريت نتعامل على الأساس ده ونحترم رموزنا وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة واستنونا في حلقة جديدة من حلقة برنامجنا نجوم التحدي معرضة على تلفزيون البوابة انتظروني شكرا للمشاهدة